وجه رئيس عبدالفتاح سيسي بمواصلة العمل على تنفيذ مشروع جرجوب التنموية على الوجه الأمثل واستغلال خصائص المنطقة بما يتفق مع احتياجات الرؤية التنموية والاقتصادية لمصر وخلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من المسؤولين أشر الرئيس السيسي إلى أهمية التركيز على الصناعة والتجارة ضمن مشروع جرجوب التنموية وجذب النمو السكاني إلى المنطقة مشددا على أهمية مراعاة المعايير العالمية المرتبطة باعتبارات تخطيط المناطق الصناعية وحماية البيئة كما أكد على الدور الرئيسي لعملية تطوير المواني في تعزيز الرياضة المصرية كمركز دولي للتبادل التجاري وتقديم الخدمات اللوجستية بما يحقق الاستفادة المثلى من موقع مصر الجغرافي وبما يتكامل ويدعم الخطة التنموية للدولة لإحداث نحضة شاملة في مصر شكرا شكرا